ولتسريط المزيد من الضوء ينضم إلينا من تعز المحلل السياسي السيد ياسين العقلاني السيد ياسين مساء الخير وإهلا بك كيف تقرأ عودة رئيس الوزراء خالد بحاح إلى محافظة عدن لمزاولة مهام واستناف عمل الحكومة اليمنية من هناك شكرا جزيلا لكم بلا شك أن عودة رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية إلى عدن هو استكمال انتقال المؤسسة الرسمية والحكومة إلى العاصمة عدن لتأكيد التواجد الشرعي على الأراضي اليمنية بما يعني أن المرحلة القادمة ستشهد انتقالهم جديد في سير المعارك العسكرية واستكمال لبناء المؤسسة الدولة والمؤسسة الخدمية وتوفير الاحتياجات والمطلبات للمواطنين في المناطق المحررة ربما سنشهد في الأيام القليلة القادمة قرارات أخرى ستحدث تغييرات أمنية أشياء أخرى في المناطق المحررة وبلا شك أن المعارك تبدو قريبة إلى الحسن ما التنبؤات المسبقة لهذه القرارات؟ هناك حراك واسع في المحافظات المحررة تطالب بإيجاد مؤسسات رسمية إعادة بناء المؤسسات من ضمن هذه المؤسسات هو بناء جيش قوي يحفظ الأمن ويعيد هيبة الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة هذه مؤشرة بلا شك أن أي محافظة حدثت تحرير فيها لا بد من إعادة بناء مؤسسات حكومية نظامية كذلك بناء جيش قوي يحفظ الأمن وبناء مؤسسات أمنية شهدت الأيام القليلة الماضية اختلالات أمنية في عدم وربما عدت رنائب رئيس الجمهورية سيكون هناك استكمال لبناء هذه المؤسسات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها لكن سيد ياسيم من خلال متابعتك لسير الأحداث في المدن والمحافظات اليمنية ما هو تقييمك لعمل الجيش الوطني ورجال المقاومة والانتصارات التي حققوها إلى الآن في مختلف جابهات القتال الانتصارات في الأيام القليلة الماضية كانت انتصارات قبارة انتصارات قوية جدا ما حقه الجيش الوطني في السيطرة على ميناميدي كان من أهم الانتصارات التي حقها اليوم نتكلم عن معارك على الحدود مع العاصمة الصنعانة نتكلم عن بعد 20 كيلو إلى 25 كيلو متر من العاصمة الصنعانة نتكلم عن فرضة نهم الانتصارات بلا شك كبيرة جدا وإضافة إلى أن هناك تكثيف للغارة القوية لطيران التحالف كان قصف قوي ودقيق جدا خلال الأيام القادمة نتحدث عن مخزن أسلحة في النهدين بلا شك كانت هداف قوية جدا والتحرك الجيش الوطني في أكثر من جبهة كبير وبشكل متسارع وكان مفاجئ ما حدث في مارب وفي عمران واليوم في حقه ما حدث أمس معاركة قوية في محافظة حقه وفي صعدة الحدود على صعدة كذلك مع المعركة على الحدود في تعز في المسراخ في ناكت قوسيم أهم الخطوات أهم الخطوط الذي يربط تعز بين المحافظة القنوبية هذا بلا شك سيكون عامل مساعد في تحرير تعز في الأيام القادمة خط إمداد للمقاومة الشعبية والجيش الوطني نعم سيد ياسين العقلاني المحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك